خطر يحدق بالمواطن بصمت يحصد عشرات الضحايا ويستمر في نشر الرعب في المجتمع خطر الألغام في ليبيا في أرض قاحلة منازل وحتى دور العبادة موت محتم قد ينفجر عند أي حركة خاطئة أو حتى لمسة بسيطة الألغام الخطر الذي يبقى مستمرا بعد انتهاء الحروب مخلفا ما يزيد عن عشرة آلاف ضحية سنويا حول العالم حسب أحصائيات منظمة رصد الألغام الأرضية العالمية في حين أن الرقم الفعلية ليس معروفا فقد يكون أكبر بكثير بالنظر إلى أن العدد من الضحايا لا يصلون أبدا إلى المراكز الصحية ليبيا لم تسلم من حرب أكلة الأخضر واليابس استمرت لسنوات ضد الإرهاب الذي امتهن تفخيخ أي بقعة يتم تحريرها من قبضاتهم ففي عام 2018 تسلمت مستشفيات بنغازي ما لا يقل عن عشرين ضحية من ضحايا الألغام فيما لقي أكثر من مائة وسبعين مدنيا حتفهم بسبب الألغام في مدينة بنغازي وقتل سبعة وعشرون من خبراء صنف الهندسة العسكرية أثناء تأدياتهم لعملهم في عام 2017 وفي 2016 كانت ليبيا الأكثر تضررا حسب إحصائية الحملة دولية لمنع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذي بلغ ألفا وأربعة ضحايا من ضحايا الموت الصامت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة